ردود سياسية وحتى شعبية توالت بعد دقائق من تشكيل مجلس محافظة صلاح الدين حتى وصل الأمر إلى التحشيد العشائري مرسلنا في المحافظة محمد الربيعي وثق لنا التوتر هناك لنتابع بالتهميش والإقصاء هكذا بدأ مجلس محافظة صلاح الدين مشواره الجديد بأولى جلسته بعد عدم المضي في توزيع المناصب وفق الاستحقاقات الدستورية إذ شكل إبعاد كتلة الإطار الوطني الفائز الثاني في المحافظة من التمثيل في تشكيل الحكومة المحلية ردود أفعال سياسية وشعبية غاضبة تنادر وترفض بما حصل من تغييب لمكون كامل وتدفعها للطعن بالجلسة وفق إجراءات قانونية كيف يمكن اليوم لقائمة أتت في ذيل القائمة أن تحصل على منصب رئيس المجلس كيف يمكن لقائمة لديها إثنان أن تحصل على النائب الأول كيف يمكن لقائمة أن يكون لها إثنان أن تحصل على نائب المحافظ وأن لا يكون للإطار أي منصب أي منطق اليوم يمكن الكلام عن صلاح الدين والعراق لأهله من دافأ ومن وقف ومن قدم الدماء وقدم التضحيات ليس لأولئك السراق ليس لأولئك الذين سلموا محافظة صلاح الدين ليس لأولئك الذين تركوا شبابنا ويذبحون في سبايكر بيان صادر من مجلس الشيوخ العشائر بلد ردود الفعل لم تكتفي برد سياسي فحسب بل سارع مجلس الشيوخ العشائر لعقد مؤتمر صحفي يرفض هو الآخر الاستخفاف بحقوق المكون الشيعي وأحقيته في المشاركة بمناصب حكومة صلاح الدين المحلية مهددين بموقف شعبي احتجاجي ما لم يتم العدول عما حصل له تدخل مجلس النواب العراقي والسيد رئيس المزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة إعادة النصاب إلى وضعه القانوني ولنا خطوات لاحقة هي المطالبة باستحداث محافظة جنوب صلاح الدين وهذا انعكاس لسياسة التهميش نحن نطالب بحقوقنا إلى ما لا نهاية ولم نترك حقنا في المحافظة وإلا ستكون لنا خطوات لاحقة ولكل حادث حديث انطلاقة عرجاء تتسم بالعجاج وتنذر بمخاطر لاحقة هذا هو أبرز ما يؤشره مراقبون بعد أحداث جلسة مجلس محافظة صلاح الدين الأولى التي ستنعكس حتما على شكل الأجواء السياسية في المحافظة محليا ومركزيا محمد عادل الربيعي الرابعة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر شكرا